بسم الله الرحمن الرحيم نكمل محاضرتني بطريقة كلاستيليانو و راح يعني طريقة كلاستيليانو بالنسبة للمشاة الغير محددة ساتيكين راح أخذ مثال آخر يعني عن المشاة الغير محددة ساتيكينو اللي هو فريم وهذا الفريم مثل ما نشوفه قدامنا هو الفريم ABCD الفريم ABCD في نقطة fixed support وفي نقطة D roller support ومعرض إلى حمل موزع للسيجمت AB مقدارة 20 كيلونوتن لكل متر والconcentrated load مقدارة 150 كيلونوتن لكل عنده نقطة C المطلوب منه هو نحسب ردود الأفعال وبعد ذلك نرسم axial force shear force والبending moment diagram لهذا الفريم وقال للممبرس ABBC وCD هو ثابتة ما هم نتخير الconcentrate حتى نحل هذا السؤال مثل ما نشوف انه غير محدد الستاتيكيين هنا عندي ثلاث مركبات لردود الأفعال وهنا عندي مركبة رد الفعلي يعني يصير مجموعة ردود الأفعال مركبات الردود الأفعال هي أربعة وأنا المعادلات الستاتيك اكوليبريام المتوفرة هي ثلاثة سميشن Fx أو صفر سميشن Fx أو صفر سميشن moment أو صفر وبالتالي يعني عدد المعادلات هي أقل من عدد المجاهيل فنحتاج إلى معادلة أضافية لذلك هذا الموشي يعتبر محدد الستاتيكيين من الدرجة لأن عدد المجاهيل ناقص عدد المعادلات يساوي واحد أربعة ناقص ثلاثة يساوينا واحد فإذن نحتاج نختار واحد redundant إذا أختارين 1 redundant فممكن أن نحل هذه المسألة فالخيارات المتوفرة أما نعتبر الرياكشن الموجود في نقطة دي هو redundant وأعتبره مجفول وأحل أو أعتبر هذا هو عبارة عن hinge support ب2 component of reaction وينضاف الهن عزم وهذا العزم هو اللي يعتبره redundant فأي حال من هذا يعني الاختيار يعني حسب يعني كيف أي واحد يعني يختار أما الار في نقطة دي redundant أو يختار الام الموجود في نقطة أي redundant ويحلو المفروض الحلين يكونون متساوية أنا رح آخر في هذه الحالة رح آخر المومنت في نقطة أي يعني اعتبر support في الهنج support عفواني الفيكسي support في نقطة أي هو عبارة عن hint support ويا moment مثل ما سوينا بالمثال السابق فإذن رح أسلط moment عند نقطة أي وقلنا الاتجاه هو حسب ما يعني نحن نفرضه وتطلع قيمة العزم إذا كانت موجب في الاتراض اللي فارضي هو صحيح وإذا إشارة تسالبة في معناها المومنت هو بعكس الاتجاه فبالبداية هسه أحسب ردود الأفعال أرسم ال free body diagram للشكل هذا هو ال free body diagram هنا عندي ال A عندي H A وعندي ال R A وال D عندي ال R D وقلنا هذا المومنت اللي إحنا سلطناه سمينا M dash في نقطة A سميشن FX يساوي صفر فإذن 20 في هذا الطول AB اللي هو 10 200 فإذن ال H A هي 200 سميشن مومنت عنده نقطة A يساوي صفر راح نحصل على قيمة R D وال R D هي 175 زائد M dash على 10 سميشن FI ساوي صفر نستخرز قيمة R A بعد ما استخرزنا ردود الأفعال وهذا ردود الأفعال بذلالة M dash اللي افترضناها راح نحسب المومنت لل ستركسر وبما انه ستركسر يعني نشوف هذا قطعة وهذا قطعة يعني A B قطعة و B C قطعة لكن B C المعادلة اللي تحكم هي مختلفة لذلك نقسم إلى مجموعة من القطع كل قطعة تشتغل عليها معادلة واحد مثلا للقطعة C D راح اخذ هنا ساكشين وتشتغل عليها معادلة اللي هي معادلة وحدة يعني من نقطة D نقطة C هي معادلة وحدة ما تتغير المنطقة الثانية C D أيضا راح تشتغل عليها معادلة اللي هي RD في X2 ناقص 150 ناقص 5 هذه المسافة منها لأنه 5 يعني لو نرجع للسؤال نشوف المنطقة 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 هذه المنطقة عندي A B طول 10 متر و من C 5 متر و من C إلى B 5 متر فإذن البند moment ل DC يتحكم معادلة وحدة اللي هي RD في X1 أما في القطعة الثانية تحكم معادلة هي RD في X2 ناقص 150 في X2 ناقص 5 150 في X2 ناقص 5 نجي للقطعة الثالثة اللي هي AB أيضاً تشتغل عليها معادلة واحدة اللي هي R A F X3 زائداً M داش ناقص O G في X في X على 2 وحدود كل منطقة للمنطقة الأولى راح أبدأ أنا X من 0 إلى 5 المنطقة الثانية أنا فرضتها تبدأ من فإذن معادلة البند moment راح إذا أنا هاي بعد X2 مننا هي معادلة القطعة الثانية B C هي تشتغل منها النقطة لها النقطة فإذا هذا 0 نوصل هنا 5 وهنا 10 فإذن تشتغل من 5 إلى 10 5 فإذن القطعة الأولى حدود التكامل Multi X1 من 0 إلى 5 متر أما القطعة الثانية X2 تشتغل من هنا فإذن من C لل B أنا هنا هذا 0 أتحرك وصالت لصي صارت 5 ولل B صارت 10 لكن لو فرض X2 من هذه النقطة من نقطة C تبدأ X2 من 0 إلى 5 لكن معادلة العزم تختلف لأن أنا إذا بدأ من نقطة C واصل من خلي هنا ال Bending Moment رح يصير RD في 5 زائد X2 ناقص 150 في X2 فإذن ننتبه أن الحدود التكامل Multi ومن أنا أبد X Multi فإذا X2 بعدها من رح يصير حدود تكامل يعني أدى هذا من صفر واصل للنقطة C 5 و B رح يصير 10 فإذن المعادلة اللي تشتغل على القطعة C ب حدود من 5 إلى 10 لكن لو فرض أنا X2 من ننتب من نقطة C رح يصير حدود التكامل Multi من 0 إلى 5 لكن المعادلة ما ل المومنت تختلف اللي رح يصير RD في 5 زاد X2 ناقص 150 في X2 وهذه مثل ما قلنا معادلة MX1 و نحن مو فقط نحتاج المعادلة بطريقة Castellano نحتاج المشتقة المعادلة نسبة إلى Redemption المعادلة فإذا MX1 أحتاج مشتقة نسبة إلى M' وهنا ينشوف X1 على 10 المعادلة الثانية للمومنت هي رد X2 ناقص 150 X2 ناقص 5 وأجي عوض عن R بالقيمة مالتها وأجي أحتاج مشتقة أبسط هذه المعادلة صير MX2 هي 25 X2 زاد M' 10 X2 زاد 750 وأيضا نحتاج مشتقة MX2 نسبة إلى M' 10 X2 على 10 بعد أن نتقل إلى القطعة الثالثة هي SIGMET AB وحجود التكامل هناك حجود التكامل لهذه المنطقة هي من الصفر لل 10 متر ونحسب قيمة MX3 اللي هي HA في X3 مثل ما قلنا زائدا M' 10 ناقص 20 X3 تربية على 2 ونبسط وأيضا أشتق نسبة إلى M' وهذه تساوينا 1 ولكن الآن أجل أطبق قال Castellano اللي هو Castellano Secret 0 اللي هي Partial U على Partial W تساوينا Delta يعني مشتقة مشتقة السترين Energy نسبة إلى Load تساوي Disablacement وهنا Load اللي أخذنا نحن Moment يعني أخذنا Redundant هو M فإذن Disablacement اللي راح نحصلها راح نحصل هي Theta و Ya Theta هي Theta في نقطة أي إذن هذه راح أحصل على Theta و كل أجزة المعادلة طبعا هي Disablacement تساوينا M في مشتقة M في DX على ER وبما أن جزة الآن راح أشتغل أجزة فإذن Mx1 في مشتقة Mx1 زائد Mx2 في مشتقة Mx2 والMx3 في مشتقة Mx3 واحد والتكامل مثل ما شفنا X1 هي من صفر إلى الخمسة والنقطة الثانية من المنطقة الثانية من خمسة إلى عشر حدود تكامل والمنطقة الثاتة من صفر إلى العشر الآن أعوض عن كل قيمة عزم والمشتقة مال T وأجي أعوض هنا Mx2 أحصل على معاملة عفوا هذه المعادلة هي Theta عند A يساوي أن هذا تكامل المعادلة بسيط وأعوض بحدود التكامل بعد ما مثل ما نشوف هذه المعادلة بها مجهولين هو Theta والMdash وأحنا ما نقدر مجهولين في معادلة واحدة نستخرجكم راح أرجع للسؤال ما لنت أشوفه زين يعني هاي Theta هي تمثل Theta عند A لأن أنا ما أخذ الRodendant في نقطة A أرجع هذه نقطة A مثل ما جاي نشوف ها هذه نقطة A اللي هي المسند بها من النوع الفكست فإذن الثتا اللي بها هي عبارة عن احنا نعرف المسند اللي فكست support الثتا بيت تساوي لنا صفر فإذن الثتا هنا في A تساوي لنا صفر فأعوض عن الثتا بالصفر أعوض عن الثتا بالصفر الثتا عند A راح أخلي تساوي صفر فإذن هذه المعادلة راح تساوي صفر وإذن هذه المعادلة بها مجهول واحد فقط الأم داش تحصل على قيمته وإذا عرفت قيمة الأم داش راح أرجع لمعادلات التوازن اللي هذه هي الار دي هي بدلالة الأم داش عوفها وحصل على قيمة الار دي وحصل على قيمة الار أي والار هو الأش أيانا عرفها 200 فإذن أنا عرفت المطلب الأول للسؤال مالتي هو هذه الردود الأفعال بعت أجل أرسمي الأكسيال فورس والشير فورس والبند المومن فيما يخص الأكسيال فورس هنا عندي الار يشتغل على هذا المنبر فقط اللي هو 75 وإهنا عندي يونفور ملود مقدارة 200 كيلو نو 20 ونضرب في الطول عند ه هو 200 فهذا يبقى صفر عليه الأكسيال فورس أما الشير فورس راح هنا يشتغل منا 200 اللي هو ه موجب وهنا في هذه النقطة راح تساوي 200 ناقص مساحة الحمل اللي هو 20 في 10 أيضا 200 فإذا 200 ناقص 200 راح يشير عنده صفر وأوصل بيناتهم خط مستقيم لينير كونستانت لود لينير شير فورس لهذه القطعة الري اللي أنا مستخرج 57 راح يصعد ويستمر إلى أن يوصل 150 يعني 57 ناقص 150 راح ينطيني سالب 93 ويستمر 93 وإلى أن يجي رد الفعل 93 ويصفر هذا فيما يخص الشير فورس البند مومنت البند هنا راح أبدأ في نقطة D هنا البند مومنت 0 والبند مومنت في هالنبطة هذه هي RD في 5 39 في 5 تنطيني 965 هنا البند مومنت شرح يساوي ان RD في 10 9 9 9 93 10 9 9 30 ناقص 150 القوة المركزة هنا 150 في 5 راح تنطيني 180 وهذه 180 على هذا الجزء هي نفس 180 على الجزء الثاني هذا 180 هنا على الجزء BC هي نفس على الجزء AB B فإذا هذي النقطة هي 180 أجي لنقطة A هي بها مقدار اللي هو سمينا M-Dash اللي هو 820 عرفنا وهنا عندي 180 فأوصل بياناتهم لكن هنا أوصل بياناتهم برابولة ليش برابولة لأن أنا عندي كون ستانتلود Linear Sheer Force فيصير عندي برابولة Bending Moment وهنا عندي قيمة سالبة لبending Moment وهنا قيمة موجبة فمعناها مربع صفر خلنا نعرف هذه المسافة اللي هي يعني خلنقول صار بها 0 Bending Moment وهي بسهولة يعني نوجته إنه معادية البending Moment راح نتساوي لنا صفر معادية البending Moment هي شنو H A في X أقول H A في X زائدا M داش ناقص omega X تربيع على 2 هاي تساوي صفر وأبسط المعادية وأستخدرز قيمة X هذا قيمة X هي اللي تحقق لنا هذه النقطة فيما يخص هذا المثال أروح مثال آخر اللي هو آخر الترس ومثل ما جاء نشوف هذا الترس أيضا statically indeterminate ب two members بالخانة فإذن هو statically indeterminate فشلون نحل هذا statically indeterminate راح نفرض يعني عندما احنا بالترس عادة عندي two type two types of statically indeterminate ترس مرة الترس هو غير محدد استاتيكيا خنسميه نقول geometrical يعني internal مثل هذا اللي هو بالخانة two members فمعناه هذا هو غير محدد استاتيكيا في بعض الأحيان لو كان عندي هنا منبر واحد لكن عدد الردود الأفعال هنا أكثر يعني يصير هو محدد استاتيكيا من عدد المنبر لكن مركبات الردود الأفعال تكون أكثر فهنا بأي حالة من الحال يعني نفترض إذا كان هو غير محدد استاتيكيا internal مثل هذا المنبأ هذا الترس راح نفرض واحد من منبر نفرض هي redundant واما إذا كان عدد الردود الأفعال نفرض واحد من ردود الأفعال هو redundant يعني حسب الحاجة فإذن هنا هذا عندي الترس هو غير محدد استاتيكيا من الدرجة الأولى عندي two diagonal بالخانة فإذن غير محدد استاتيكيا ش راح أجي أسوي راح أجي أفرض واحدة من الدياغونال أما الAC أو الBC أفرض هي هي شنو أفرض هي redundant أنا راح أفرض الAC هي redundant هذا الAC هذا الفورس بالمنبر AC راح أفرض ها redundant ورح أسميها X وبعد أحسب كل فورس في كل منبر من هذا الترس أستهدم طريقة الجوينت راح أبدي ويا جوينت لو بديت بتجوين D بها 3 منبر وإحنا بطريقة الجوينت ما نقدر نشتغل يعني نبدو بجوينت 3 منبر نبدو كون جوينت بها 2 منبر لو جيت الجوينت B أيضا بها 3 منبر وياها مركبتين الردود الأفعال في نقطة A عندي صح هو 3 منبر لكن وحدة منهم عرفناها وشينو مقدارها مقدارها فإذا أقدر أبدي بجوينت A بس لكن لازم أعرف قيمة H A رد الفعل اللي هنا لو جيت أبدي بجوينت C يبي صح 3 منبر اللي هو B C و C D و AC لكن AC أنا أعرفها يعني كأنه معلومة من اعتبارتها أنا ردندنت وكأنه معلومة فإذن صار بها فقط B C و C D غير معلومات فإذن أما أبدي بجوينت C أو أبدي بجوينت A أي وحدة من ذول هي بها قوتي مجفولات لكن أبدي بالC أسهل لأن حتى ما أحتاج أستخرج رد الفعيل للأجهل فإذن راح أقول أبدي بالجوينت C الجوينت C هذا جوينت C هذا عندي الفورس في F C D هنا عندي هذا الفورس F B C وهذا الفورس معلومة يعني بالنسبة لي سميتها X فإذن سميش F X 0 راح يصير X في cosine theta زائد F B C 0 فإذن F B C يتنطين بدلالة X سميش F Y 0 أيضا راح يصير 60 زائد F C D زائد X sine theta 0 فإذن F C D هي بدلالة X أنتقل للجونت الثاني joint D joint D صار هذا معلوم F C D من الجونت قبل C هذه F C D أنا عرفته فإذا أعوض عنها يبقى عندي فقط 2 forces متشوولات اللي هي F B D F A D وأيضا summation F X summation F Y أستخرج قيمة F A D F B D أنتقل إلى الجونت A وليس joint D G A هذا هنا ينكتب A اللي هي نفس A اللي هو بها كم واحد مشهور بها هذا معلوم من joint D وهذا معلوم أنا فارضة X بقى فقط هذا أقول summation F Y 0 أستخرج قيمته بدلالة أحنا شنو بال Castileano هسا نجا نطبق Castileano مشتقة سترين إن يرجي نسبة إلى الفورس نطين الدس بلاس من فإذن الفورس في مشتقة الفورس بال L over A A A نطبق سترين الدس بلاس حسنا الفورس في مشتقة الفورس نسبة إلى الردند في L over A نطبق ما نطبق سترين الدس بلاس هنا الدس بلاس سنجعلها تساوي لنا 0 الدس بلاس سنجعل نطبق 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 with respect to الفورس اللي فرضناها redundant X must be 0 فإذن مشتقة السترين نسبة إلى الفورس X ساوي 0 فإذن هذا المفروض يساوي 0 وبما أنا قايل بالسؤال E A كونستان فإذن هذا راح يطلع نقسم على عدد ثابت فيروح يبقى عندي فقط F على X بالAxial Force F اللي أنا حسابت أستون بطريقة الجوينت نحتاج مشتقة F إلى Redundant وRedundant X فإذن أشتق كل فورس نسبة إلى الـ X هذه سالب 0.447 نشتقها نسبة إلى الـ X سنطيني سالب 0.447 هذه الـ X الـ AC أنا فرضها X إذا تذكرون فإحنا الفورس بالمنبر بالمنبر AC شنو فرضتها فرضتها redundant فرضتها X فإذا الفورس بالـ AC هي أنا فارطة X فإذن هي X مشتقة الفورس نسبة إلى الـ X سنطيني واحد والفورس في كل منبر الآخر ووجد المشتقة مالتي بعد شنو نحتاج؟ نحتاج إحنا الـ F في مشتقة الـ F نسبة إلى الـ X في الـ L وقلنا الـ A E بعد ما نحتاجهم فقط نضربهم في الـ L راح أضرب هذه في هذه في الـ L أحصل على هالقيمة هذه حصل على قيمة هذا الجدول نسوي لهم هذا المجموع مالتهم هذا المجموع لازم شي يساوي أنه يساوي أنه صفر فإذاً 84.412X زائدًا 32 هذا يساوي أنه لازم هذا المجموع مالتهم يساوي صفر فإذاً هذا مالتهم يساوي أنه صفر وهذا المعادلة بها مشغول واحد هو الـ X في الـ X يساوي أنه سالب 67.2K بعد ما أرفت قيمة X أرجع أعوض عن X بكل قوة هذه الـ X هي سالب 67.1 هذا أضرب 0.447 في الـ X أصبح عندي هنا 30 ونفس الشيء أعوض عنها أحصل عنه فورس في كل منبر هذا المثال اللي يخص الترس راح أخذ مثال آخر طبعاً أكو أمثلة أضافية كثيرة اللي هي مثلا تخص البيم وغيره لكن حتى ما أطول عليكم راح أخذ هذا المثال اللي هو أتوهن جد سمي سياركو الأرش أو في سبان 2R إزلودي وغيره إزلودي الضودي تترمي 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 التوب يعني أعلنت من أجي هذا هو الـ Arch Malta علي قوة اسمها B والاسمان المالت هو 2R مثل ما قايد فنجي هنا عندي هذا هو أيضا غير محدد استاتيكيا الـ Arch غير محدد استاتيكيا الـ Arch الغير محدد استاتيكيا هنا عندي Hinch Support هنا عندي مركبتين لرد الفعل هنا أيضا مركبتين لرد الفعل فإذا 4 والمعادلات 3 فإذا أيضا هذا هو غير محدد استاتيكيا من الدرجة الأول فراح أرسم الـ Free Body Diagrams Multi هنا عندي 2 Component of Reaction هنا عندي 2 Component of Reaction راح أفرض وحدة من الـ Forces الموجودة من ردود الأفعال أعتبرها شنو Redundant أنا هنا راح أفرض الـ HB أعتبرها Redundant وسميتها H حسنا حسنا الردود الأفعال Summation moment هنا يساوي 0 RA في 2R ناقصاً B في R تساوينا 0 فإذا RA تساوينا B على 2 Summation F يساوي 0 أحصر على قيمة RB أيضاً هي B على 2 Summation FX 0 HA تساوينا HB وتساوينا أو أقول due to symmetry RA تساوينا RB وتساوينا B على 2 وأيضاً HA تساوينا HB وتساوينا H HA تساوينا HB وتساوينا H هسا الآن مثل ما لازم نوجد معادلة moment وأيضاً معادلة moment شنو بعد نحتاج مشتقة المومنت بما أنه Symmetry أنا فراح أخذ يعني إحنا المعادلة المومنت اللي هذا لكل الأرش هذا يحكمه معادلتين معادلة لهذا الجزء ومحاكمة معادلة ثانية لهذا الجزء ف بسبب السيمتري أنا راح أخذ معادلة الجزء واحد وأضربها فيه اثنية اللي هو راح أخذ فقط من الأي إلى هالنقطة هذه وأضربها فيه اثنية فإذن راح يصير حدود تكامل مالتي من الصفر المل للبي على إثنين للبي على إثنين للمومنت richter r a في الذراع مالتها اللي هي الأي ناقصاً الأج أي في الذراع مالتها بي ناقصاً الأج أي في البي فإذن الأم أكس هي الار أي في الأي ناقصاً الأج أي في البي هسي خلي أعرف قيمة الأي وأعرف قيمة البي مثل ما شفنا سابقاً لو كملت مثلث بها هذه هذه النقطة من السنتر اللي هنا هي آر وهذه هي أي فإذن متبقي آر ناقصاً أي لو سميت هذه الزاوية هي ثيتا فكوساين ثيتا أش راح يساوي أني طبعاً المسافة منها هي آر نصف القطر كوساين ثيتا أش راح يساوي أني المجاور الآر ناقصاً أي على الوتر اللي هو الآر كوساين ثيتا الآر ناقصاً أي على الآر فإذن الآي أحصل على قيمته الآر ناقصاً آر كوساين ثيتا فإذن عرفت قيمة الآي والسين ثيتا هي المقابل ال-B على ال-R أحصل على ال-B تساوي أن ال-R سين ثيتا فإذا أجع عوض عن ال-A بمن ب-R ناقصا ركوسين ثيتا وعوض عن ال-B بمن بال-R سين ثيتا عوضتم بهذه المعادلة ال-M وأيضا أنا أحتاج مشتقة ال-M نسبة إلى الردندنت وأن الردندنت هنا اللي فرصت منه فرصت ال-H فإذا أشتق ال-MX نسبة إلى ال-H من أشتاقه هنا يبقى عندي الرسين ثيتا هو مضروب السالب فإذا سالب الرسين ثيتا وأجي أطبق السترين انيرجي عفوا الكاسيليانو هي مشتقة السترين انيرجي نسبة إلى الحمل تنطيني وآني الفورس اللي أخذته هي ردندنت هي ردفع الرياكشين فإذا تنطيني تنطيني دلتا بما أنه هذا الر أنا لم أخذها تنطيني دلتا فإذا الدلتا والدلتا في أي نقطة في نقطة بي لأنني الردندنت لم أخذها في نقطة بي فإذا دلتا بي تساوي دلتا بي تساوي تكامل من صفر إلى البي على 2 الام اكس في مشتقة الام اكس نسبة إلى من إلى الار اللي هي الاش الأس يعني بارشال ام اكس على بارشال آر هي بارشال اتش وليس بارشال arr اللي هي هذي بارشال ام اكس على بارشال آر على الردندنت والردندنت هو اله في دي اكس على boundary الآن هنا dx ما عندي dx أجي عندي ds اللي هو طول القوس وطول القوس يساوي أن r d theta فإذا عوض عن كل dx بمن r d theta r d theta m of x وهذا هي معادلة m of x وهذا مشتقة m of x نسبة للredundant الh اللي هو صالب r ثاني theta ونضربهم بالdx على ei والdx ما عدنا dx عدي هي ds كل ما تصير صغيرة كل ما تصير يعني مثلها بالdx يعني تصير خط مستقيم فإذا هي r d theta تعوض عن dx بالr d theta واحد والتكامل يقولن من الصبر إلى b على اثنين لازم أضرب هنا في اثنين لازم أضرب في اثنين وعن هنا أضرب في اثنين وهذه المعادلة بعد أبسطها وأكاملها أحصل على معادلة هذه المعادلة شنو بيها بيها delta b مجهول وبيها شنو ال h مجهول وأحنا نجي نعوض عن ال delta b تساوي لنا صفر ليش لأن أنا ال b support هذا ال b support هذا ال support b شنو عندي هنا هين support الهين support يمنع لي الحركة الأفقية ويمنع لي الحركة العمودية بما أنه أنا مخلي الفورس بهالاتجاه فإذن ال disiplacement بهالاتجاه الحركة الأفقية إذن ممنوعة فإحنا delta b لازم نساوي لنا صفر ونحاوض عن delta b تساوي صفر أستخرج قيمة ال h وإذا عرفت اللي هي ال h ال b على الباي اللي هي تساوي لنا ال h A وتساوي لنا ال h B والآن إحنا ال Garden R A وال die هم تساوي لنا b على اثنين فإذن بقالش we Jacob المطلب الثاني المطلب الثاني اللي هو نحسب bending moment بالكان هنا في هذا النقطة لbellIt modes في الموقت هنا وش راح يساوي ان الـ R A في هذ المسافة اللي هو R. R A في الـ R اللي يبي على 2 في الـ R ناقصا الـ H A أيضا في الـ R ناقصا الـ H A أيضا في الـ R فإذا الـ M بالـ Ground الـ R A في الـ R ناقصا الـ H A في الـ R يساوي أن 0.81 في R والحمد لله رب العالمين هذا هي الجزء الثاني لمحاضرة Casseliano للمشاعات الغير محددة استاتيكيا اللي سميناها الـ Listwork Method فبقت مجموعة من الأمثلة أنا حالها يعني لكن بعد ما يعني